طب أبو يا عارف مكان منين ده أنا بعمل ديب وقرده عشان ما عارفش عني ايه حاجة والله شفت ان انت بتقول ايه كلام وهتودينا كلنا في ستين ده يا لولان رجالتي كانوا بيرقبوك كان زمان توفيه راح لإلهام وحكالها على كل حاجة لأ أنا كده هتوسع منه ومش عارف اكمل الحوار ده أبو سئدك يا فريد باشا تحفيين أنا مسؤولية دي خالص دي دي حاجة مش بتاعتي أصلا وأنا وانا مش طب معلش معلش أنا همشي من بيت ده وهمشي من عند الناس دي واشوف حد غيري أنا براقب علش براقب؟ هو هدخول الحمامزة يا خروج يا عبال ولا تكون فاكر ان انت لو ما نفستش اتفاقنا هترجع بيتكو تبقى بتحلمه هو هتكون فاكر ان انت لو اختفيت فجأة كده كمال مش هنخرب وراك ويجيب قرارك وقرار اللي نخلي فوق مش بعيد كمال تخش السجر في موضوع زي ده مش انت لوحدك انت وكل اللي ساعدوك من اول اللي زوارلك ماتيجة التحليل في المعمل لحد اللي ضربلك البطاقة بس انا اخاف انكشف مش عارف بصراحة زي كنت اعرف كم اللاعب دور علي ده ولا لأ مات خمش انا افضحرك لو كان على الغلطة دي انا مسامحك بس او هتقررها تاني لانك لو قررتها تاني حسابك ايبع اسير دفعنا حساب يلا نسا لا مات خمش يا ابن حد بشتكالك أنا مبسوط كده انت هتفضل مش وراي يلقى رحت فسكرة كومبوستي من جو امشي تحت أمرك يا باش مين كان يصدق يا بابا ان يبقى معايا صور ليه وهم في السن ده وريني كده ما شاء الله ربنا يحميهم يا رب بس كان نفسي مروان يبقى معينا وبعد يبقى ما تخليش حاجة تضيع فرحتك كلها كام يوم ومروان يهدى ويرجع البيت وساعتها يا ستي بإهريه تصوير مع عقواته صباح الخير صباح النور أنا أسف حتى أخير معلش ولا يهمك يا حبيب جاهز يا بطل نبتدي أول درس في الزراعة طبعا جدي طب تحب أجيب لك هدوم تانية عشان ما توسخش هدومك لا يا حبيبتي خالص أنا متعود على الشهاء أساسي ما شاء الله ما شاء الله يلا بينا يا بطل يا بطل